السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية من السفر للمبتدئين اليوم سوف أقدم لكم درس جديد ومهم ومفيد وهو متى ينطق الحرف S في اللغة الفرنسية قبل بدء المنزل ضغط على زر الاشتراك او صابوني وايضاً ضغط على زر الجرس ولم لا إذا أعجبكم هذا الدرس الضغط على زر لايك كنا قد تعرفنا في درس سابق من دروس القراءة على متى تنتقل لتخصي ك سأترك لكم هذا الدرس في جدول الوصف إذا رأينا في المجمل أن هناك ثلاثة حالات في هذه الحالة سي سي سيفي les voyelles ce qui prononce k k q يعني اذا كانت سي متبعة بال spray بالحروف الصوتية في الحالة التانية سي سي سيفي les consons يعني اذا كانت سي متبعة بالحروف الساكينة ou السامة ll وأيضا هناك حالة بعض الحالات في آخر بعض الكلمات بعض الكلمات ليس جميعها مثلا في الدرس السابق وضعت مجموعة من الأمثلة يمكنكم مراجعتها وأيضا تعرفوا عليها ولا لا تخصي تأتي على شكلين تنطق على شكلين K و S في هذه الحالة لدينا حالتين سي 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 في لفويل E I Y نستطق على شكلين C S يعني إذا كانت C متبعة بالفويل أو الحروف الصوتية E و I و Y فهي تنطق C مثلا C C C و C و مثلا إذا C و أمي إن سيدي سيدي هو S تحت لالتخل C مثل هنا كما ترون هنا هو هنا هو هو S تحت لالتخل C ينتقب C D C D إذا أضفنا S تحت لالتخل C سي كينو بخون هذا سيساعدنا على نطق C أمام الحروف الصوتية A و O و I مثلا S S S S إذا C فهي في النطق تنتقب مثل C C D avec C D تنتقب S مثلا S إذا أضفنا la voyelle E S إذا أضفنا la voyelle I S إذا أضفنا la voyelle Y و C إذا أضفنا les deux voyelles E I S إذا أضفنا les deux voyelles E و I S S S S S هد هد تلات ينتقون بنفس شكل S وأيضا مثلا كما قلت لكم S 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 إلى آخر إذا كما قلت لكم كما لاحظنا في دعس سابق أننا كنا إذا رأيتم la lettre C سن سيد بدون سيد بدون هد S تحت la lettre س تنتقو K وعندما نضيف S لسيد تنتقو سا سو سي سي سوى سوى سن 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 هنا بعد الأمتلا مثل la police le pouce إبهم les racines جو دور un cirque un signe كما تلاحي دون هنا لدينا سي زا إد أ تنتقو س la police سي زا إد أ تنتقو ce le pouce سي زا إد إ تنتقو سي لرا سين وهنا سي زا إد إغراج كما قلنا في السابق في دروس القراء السابقين فإنا إ وإ إغراج ينتقن بالمثل فإن سي هنا لدينا سي سي دي un garçon إل 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 محبات إل سي 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 دا سي إل أ ن سي سي إل أ أ أ أ أ أ سي إ تواسلا برسالة والآن في الحالة التي تنتقو في على لترة S لصن S تنتقو في حالة أو ديبو ديما في بداية الكلمة مثلاً لسكر السكر لسكر وأيضاً في حالة سيس إنتقو في حالة في حالة إذا كانت س مبين ويال كما ترون هنا وصي النسكالي هنا لدينا S هي بين حرف صوتي وحرف صامت النسكالي أنكاسك أنكاسك النسكالي هو مدروز مدروز أو السلالي وأيضاً سيسي إنتقو في حالة ديو كنسان مثلاً إذا كانت س بين حرفين صامتين مثلاً أمسكال أمسكال أو منسكال إذا رحضم هنا في حالة حالة س بين لترة ب النبستاكل إذن في المجمل ماذا نتعلم أو كيف نتعلم دو ست ماذا نستفيد أو ماذا نتعلم من هذا الدرس أن S تأتي تنطق S في بداية الكلمة وأيضا إذا كانت S بين حرف صوتي و حرف صامت وأيضا إذا كانت بين حرفين صامتين Dans le cas dans tous les cas quand on voit deux S écrits dans un mot on entend le son S يعني إذا رأينا deux S أو جوج أو إثنين من ال S فإننا دائمان automatiquement دائمان ينتقو الحرف S on double le S quand il est entre deux voyelles pour obtenir le son S يعني نضيف S إذا كانت بين حرفين صوتيين من أجل نضغ le son S مثلا دائمان 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 هنا أضفنا S لأننا لدينا في البداية لأننا لدينا حرفين صوتيين إذا إذا أرادنا أن ننتقو اللعصة س نضيف س تاني إلا 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 كلمان أو إلا كلمان مثلا هنا لدينا دائمان 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 نعني أم أم س س س س متى ثنتقو لدينا دائمان س كنت س وعليم تقول لترس ويجب أنت لترس بين صوتين بين حرفين صوتين مثلا أ أ إ أ نمت لصن أ سن إسم إِنْ مَازَوْا أنوازو هو العصفور أيضا يمكننا سماع لصن S في سيون مثلا انتباه كرياسيون اديسيون ليس كل الكلمات التي تنتهي بسيون تنتقو هناك فقط بعض الكلمات مثل وأيضا يمكننا سماع لصن S في بعض الكلمات التي تنتهي بالحرف X مثلا ديس سيس سوست ديس هو الرقم عشرة وأيضا الرقم ستة سيس والرقم ستون سوست إلى هنا أصدقائي انتهى هذا الضرس أتمنى أن ينال إعجابكم لا تنسوا أن تشاركوه مع أصدقائكم من أجل أن تعمل فائدة وأيضا الاشتراك بالقناة ودعمي بلايك شكرا إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقائي